فيما مضى وعند زيارة الحرم الجامعي كانت محاولة الدخول إلى الشبكة اللاسلكية أشبه بمحاولة تثبيت قطعة من الهلام على شجرة في الواقع كان من الأسهل عمل قطعة الهلام كانت المسائل المعتادة اسم المستخدم والتعريف على الشبكة وإعادة التعريف بالفعل طرق تقليدية وعليه كان لابد من تغيير مسألة الوصول اللاسلكي منذ وقت بعيد وفعلا تغيرت مع الإديوروم وهي خدمة الربط اللاسلكي العصرية الآمنة فمن خلالها تبقى أنت المستخدم عينه أينما تجولت فقط افتح جهازك المحمول وأدخل اسمك وكلمة السر الصادرة من مؤسستك لتحصل على الدخول اللاسلكي للشبكة من أي مؤسسة مشاركة في الإديوروم في العالم مع توفر خدمة الإنترنت ولكن حماية معلوماتك تتطلب عملية دخول إضافية الإديوروم في تحسن مستمر ومستقبلها متعلق بالتجوال تعنى الإديوروم بشكل متكامل مع آخر تطورات تكنولوجيا الهدف النقال بجل مجموعة من الأشياء الجديدة والمميزة والتي يمكن الوصول إليها من مختلف الأماكن ستتمكن من قراءة وريدك الإلكتروني ومشاهدة الأفلام ومتابعة الدراسة في حالة التنقل عبر العديد من المواقع وكل ما تحتاج إليه هو عملية دخول واحدة فقط من أجل الاستخدام السلس للشبكة اللاسلكية في العديد من المؤسسات العلمية وشبكات البحث المشاركة في الإديوروم بالإضافة إلى الدخول لمئات مواقع النقاط اللاسلكية على مستوى العالم الإديوروم هي الاتصال اللاسلك الذي لا يمكن تجاهله تحدث مع المسؤولين في مؤسستك اليوم وأخبرهم عن خدمات الإديوروم ترجمة نانسي قنقر